موسيقى الأمير مستقبلاً مدير عام منظمة الصحة العالمية استمرار التعاون الوثيق مع المنظمة لما فيه نفع البشرية الغانم يستقبل لرحومي وتنسيق مواقف البرلمانين الكويتي والإماراتي على طاولة البحث الطيرون المدنية يصدر تعليماتنا وقراراتنا جديدة للتسهيل على المسافرين سواء كانوا قادمين أو مغادرين إذا كانوا من غير الأعمار السنية القير خاضع للتطعيم ما يطبق عليهم أي شيء توضيحات من الطيران المدني عبر اي تي في بشأن التعميم الصادر بشروط مغادرة البلاد والقدوم إليها الأحمال الكهربائية تكسر مجدداً الرقم القياسي مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات للسهلاك يعرف هذا المكان بنفق دروازة العبد الرزاق يقع في قلب العاصمة الكويت تم إغلاقه من قبل البلدية كان في تصور لعادة تصميمه بشكل يستثمر تكلفة العلاج والإصلاح نصف تكلفة تقريباً هدم الردم ردم نفق الدروازة وضمه لمخطط تطوير المباركية بين رفض البلدي وتأكيد على أهمية المعلم التاريخي وفي الرياضة الفيحان يحقق المركز الأول في أولى مراحل تصفيات مسابقة الرماية في أولمبياد دوكيو نشرة الأخبار مع ريم البغدادي وعلي الموسى أهلا بكم إلى نشرة أخبار اي تي في العدلة أهلا بكم أشهد سمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد بالدور الرئاد الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم ومكافحة الأوبئة والأمراض والتي كان آخرها موقفها في مكافحة جائحة كورونا مؤكداً اسمرار التعاون الوثيقة مع المنظمة لما فيه نفع للبشرية وإستكمال الدور الإنساني الكويتي جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير صباحاً اليوم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبري سوس أو الوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث عبر مدير المنظمة عن خالص شكره وتقديره لسمو الأمير أمير وللكويت أيضاً على الدور الإنساني الرائد الذي قامت وتقوم به في دعم المنظمة وأنشطتها الصحية وتقديم المساعدات للمحتاجين في دول العالم كافة وأوضح أن الكويت ساهمت بشكل فعال عبر دعمها للمنظمة في مكافحة مختلف الأوبئة في العالم ومساعدة ضحايا الأمراض مؤكداً تقدير الدور الإنساني للكويت إقليمياً وعالمياً أشد ممثل سمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد في المؤتمر العالمي للتعليم وزير تربية دكتور علي المظف بالعلاقة الأخوية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وعقب لقائه مع وزير التعليم السعودي دكتور حمد آل الشيخ على هامش أعمال المؤتمر الذي يعقد أعماله في العاصمة البريطانية أكد المظف حرص الجانبين الكويتي والسعودي على الاستفادة من خبراتهما وتجاربهما بهدف تطوير التعليم الذي يعد ركيزة مهمة في تنشئة الأجيال وبناء الأمم لافتاً إلى أنه بحث مع الوزير السعودي المنظومة التعليمية وأثر جائحة كورونا على التعليم في البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي لجانب بحث التعاون والتنسيق في مجال التعليم والتدريب الفني في سياق مختلف استقبل رئيس مجلس الأمم مرزوق الغانم النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات حمد الرحومي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد وجرى خلال لقاء التأكيد على عمق ومتانة علاقات التعاون بين بلدين الشقيقين وسبل النهوض بها إلى أفق أرحب وأوسع لا سيما في الجانب البرلماني كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة تنسيق المواقف بين البرلمانين الكويتي والإماراتي في المحافل البرلمانية القرية والدولية في حين أشاد لرحومي بنتائج زيارته إلى البلاد مشيرا إلى أنه تم التنسيق وتوحيد المواقف مع رئيس مجلس الأمة في شأن القضايا الدولية آملا أن يخدم هذا التنسيق المجلسين الإماراتي والكويتي لقاءنا اليوم الآن في مجلس الأمة مع معالي مرزوق الغانم وأخوانا للعضاء لقاء كذلك جدا مهم توحيد الرؤى بالذات في الأعمال الشعب البرلمانية الأعمال الخارجية التحديات وحدة المهام وحدة والمصلحة وحدة لذلك بالفعل اليوم لقانا اليصار لأربع جلسات متتالية اختمناها باللقاء مع معالي مرزوق الغانم بالفعل فيها كثير من التنسيق والتواصل وهذا بيخدم إن شاء الله شعوب المنطقة وبيخدم المجلسين وبيخدم العمل الخارجي دبلوماسي البرلمانية على مستوى دولنا وتوحيد المواقف والتنسيق مع بعض اجتماعات مهمة حضورنا ما طلعنا نحن من الإمارات نحن موجودين كأننا في الإمارات بلدنا الثاني بالفعل وهذا ما لاحظناه في الأربع مقابلات كلها نحن بالفعل في بلدنا وحسينا بكرمهم وحسينا بالمعز والتقدير للي في قلوب القادة عندنا نحن وكذلك نحن بالفعل عندنا معز وتقدير للكويت قادة وشعبا ومجلسا نشكرهم على كرام الضيافة نشكرهم على الاستقبال الجيد نستقبلهم على التنظيم الجيد افتتح وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رانالفارس افتتح مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية الجديد بمنطقة جنوب السرة وتخلل الافتتاح عرض مرئي حول مراحل إنجاز وصيانة وتأثيف مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وآلية تنفيذ المشروع فيما أكد الوزير الشيخ ثامر العلي وجود استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث منشآت ومباني المؤسسة الأمنية وإمدادها بالوسائل والأنظمة التكنولوجية الحديثة لتوفير بيئة العمل الملائمة لرجال الأمن لتنفيذ المهام والواجبات من جانبها قالت الوزيرة الفارس إن نجاح وزارة الأشغال في تنفيذ مشروع المبنى الجديد وتسليمه لوزارة الداخلية يعد ثمرة جهود حثيثة استهدفت إتمام هذا المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في خدمة المنظومة الأمنية قالت وزارة الصحة إن آلية طلبات الأدوية محددة بدقة وفق النظم لتلبية سائر الاحتياجات اللازمة لافتة إلى أنه يتم توفير الأدوية عبر طلب يقدم من مجلس الأقسام المختص وأشارت الوزارة إلى أن المنتج الصيني معتمد كمنتج عشبي للمساعدة في تخفيف بعض الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض الفيروسية وليس للوقاية أو علاج كوفيد-19 وأضافت أنه تم توفير كل الأدوية اللازمة التي أثبتت نتائج الدراسات العلمية بفعاليتها والتي تحددها الفرق الطبية المختصة كشف نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت في الإدارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي أن القادمين للبلاد والمحصنين ضد بيروس كورونا سيتم حجرهم لمدة أسبوع واحد وضحا أنهم إذا رغبوا بإنهاء الحاجر المنزلي يتطلب منهم دفع قيمة الفي سي آر للتأكد من نتيجات الفحف وفي تصريح لأي تي في العدالة أوضح الافداغي فحو التعميم الصادرانس بشأن القدوم إلى البلاد والمغادرة منها للمواطنين والوافدين للمزيد نتابع تقرير التالي للزميل أحمد الأنسي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتسهيلاً على المسافرين اتخذ طيران المدني عدة قرارات وتعليمات للجهات المعنية بتسهيل إجراءات السفر في منصة كويت مسافر آلية سفر المواطنين وقاربهم الدرجة الأولى والعمال المنزلية من دولة الكويت والجزئة الثانية الخاصة بالقدوم إلى دولة الكويت سواء للكويتيين أو الغريكويتين إذا نتكلم عن المغادرة من دولة الكويت كلمة المحصن اللي كنا نستخدمها في التعاميم لازلنا نستخدمها ولكن تغير مبدأها المحصن حالياً هو من تلقى جرعتين من الثلاث لقاحات المعتمدة إكسفورد، فيزر ومودرنة وجرعة واحدة من جونسون عن جونسون هذا يعتمد على وضعيته في برنامج أو منصة أو تطبيق مناعة تطبيق مناعة حالياً هو اللي في الكويت وهو اللي يحدد هل هو أخضر إذا أخضر معناته محصن، إذا مو أخضر مو محصن فأي واحد يبيرقب بالسفر من الكويت، من الكويتين وغير من درجة أولى والعمال المنزلية لازم يكون أخضر في مناعة هذا أول قرار، طبعاً فيه فئات مستثناء من هذا الموضوع الفئات المستثناء هو الأعمار السنية اللي غير خاض على التطعيم ثاني شيء، الحوامل شريطة أن تكون عندها شهادة من وزارة الصحة مصدقة ثالث شيء، أي حالة صحية وأي شخص يتعذر عليه أن يطعم يروح حق وزارة الصحة عيادة المسافر ويأخذ منهم هناك شهادة تسمح لب السفر ويكون هو مستثناء من قرار التحصين الإجراءات الجديدة ستطبق بدءاً من أول غسطس المقبل لعل أبرزها عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين بجرعتين لقاح كورونا وتطبيق الحجر المنزلي لمدة أسبوعاً على جميع المسافرين المحصنين من تاريخ وصولهم إلى الكويت ودفع قيمة البي سي آر في حال رغبتهم بإنهاء الحجر المنزلي عندنا جزئين، جزء محصن وجزء غير محصن بالنسبة للمحصن، وهذا ينطبق على الكويتي والغير كويتي المحصن، نفس مبدأ المحصن الذي قلنا عنه، هذا يدخل إلى دولة الكويت وينحجر أسبوع منزلي وخلال فترة الأسبوع هذا، إذا يرغب أن يطلع من الحجر المنزلي يروح أي مختبر من المختبرات المعتمدة في وزارة الصحة يقوم بفحص البي سي آر ويدفع قيمته ومتى ما طلعت النتيجة نيجاتيف، طبعاً مربوطة في وزارة الصحة يطلع من الحجر المنزلي بكل بساطة هذا المحصن الذي قادم من بره الكويت القير محصن، طبعاً الأجنبي مو مسموح، القير محصن يديش الكويت بالنسبة حق الكويتي وغير من درجة أولى والعمال المنزلي قير محصنين لازلنا نفس تطبيقنا السابق يدفع قيمة توبي سي آر وأول واحد في المطار والثاني بعد سادس يوم وينحجر أول أسبوع حجر مؤسسي بعدها يستكمل حجر منزلي لمدة سبعة أيام وفيه فئات مستثناء من الحجر المؤسسي اللي هم الطلبة والعلاج بالخارج والأمور التي ذكرناها في التعميم بالإضافة الدبلوماسيين والأطقمة الطبية صالح الفداغي كشف عن السماح بمغادرة الوافدين غير المحصنين وعدم دخول أي وافد دون تحصين موثق من قبل وزارة الصحة اللي ما أخذ اللقاح داخل الكويت من اللقاحات المعتمدة هذا يعتبر محصن ما يحتاج إنه تشيك عليه بأي شيء لأنه مناعة من بينه إنه محصن اللي ما أخذ اللقاح برى الكويت سواء كويتي أو غير كويتي ما أخذ جراءات من اللقاحات المعتمدة داخل الكويت معناته عنده شهادة مو مصادرة من الكويت يقوم برفع هذه الشهادة في موقع وزارة الصحة وخلال ثلاثة أيام يتم الرد عليه وزارة الصحة بقبول الشهادة أو عدم قبولها هذه الشهادة هذا بالنسبة حق الكويت الغير الكويتي المحصن خارج الكويت مطلوب منه إنه يكون محصن عن طريق سيستم تصدر شهادة فيها الكيو أر كود الكيو أر كود يعني اللي ممكن ينقري بهذا فاللي ما عنده شهادة كيو أر كود بالنسبة حق غير الكويتي ما رح يتم قبول شهادة تحصين معته إذا كانوا من غير الأعمار السنية القير خاضر على التطعيم ما يطبق عليهم أي شيء يعني لو تكلم مثلا على 14 سنة أو 16 سنة طفل ما هو مطلوب منه شرط أنه ما يسافر طبعا كويتي ما يسافر إلا يكون محصن هذا ما هو مطلوب منه وبالعودة كذلك ما هو مطلوب منه أنه غير البي سي آر اللي بيسوي بره ويطبق نفس الإجراءات اللي يطبق على العالماته حركة الطيران لا زالت تسير وفق الخطة التي وضعت لها بسماح بدخول خمسة آلاف مسافر فيما يسمح بالمغادرة دون تحديد عدد معين بعد الشكاوى والعراقيل التي واجهت المسافرين من تطبيق كويت مسافر الطيران المدني يصدر تعليمات وقرارات جديدة للتسهيل على المسافرين سواء كانوا قادمين أو مغادرين أحمد جانزي لقناة اي تي في العدالة قالت الهيئة العامة للقوى العاملة إنها قامت بإيقاف دعم العمالة عن 2607 مواطنين يعملون في القطاع الخاص خلال الفترة من مطلع يناير وحتى 28 من أبريل لعام 2021 وأوضحت القوى العاملة إيقاف صرف دعم العمالة عن 1779 مواطنا بسبب الاستقالة من العمل في القطاع الخاص خلال نفس الفترة وأضافت أن 213 مواطنا تم إيقاف صرف دعم العمالة عنهم بسبب انتهاء الترخيص أليا ونحو 600 آخرين بسبب انتهاء إذن العمل أليا كسر مؤشر الأحمال الكهربائية اليوم الرقم القياسية مسجلا 15670 ميجاواط وهو أعلى حمل توقعته الوزارة الصيف الحالي وقد عزت مصادر تسجيل هذا الرقم القياسي في معدلات الاسهلاك إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية كذلك تزمن ارتفاع الأحمال أثناء ساعات النهار مع خروج محطة التحويل الرئيسية الفنطاس عن الخدمة ما أدى إلى قطع التيار عن أجزاء من منطقتين الفنطاس والجرين أبدأ أعضاء المجلس البلدي رفضهم لقرار ردم النفق دروازة العبد الرزاق على اعتبار أنه منفذ مهم إلى سوق المباركية ومعلم كويتي قديم وقد طالب الأعضاء بإعادة ضم النفق إلى خطة تطوير لمباركية واسغلاله في العبور الآمن للمشاة تقرير خالق الفارس أنشئ نفق دروازة العبد الرزاق في بداية الثمانينيات لتسهيل عبور المشاة وربط الأسواق التجارية والبنوك والمكاتب في الاتجاهات الأربعة وهو النفق الكائن أسفل تقاطع شارعي أحمد الجابر ومبارك الكبير في العاصمة اليوم وبعد مرور أكثر من 35 عاما على إنشائه أغلقت المداخل الخاصة بالنفق وتم تحويل المسار المروري عن التقاطع الذي يعلوه يعرف هذا المكان بنفق دروازة العبد الرزاق يقع في قلب العاصمة الكويت تم إغلاقه من قبل البلدية بعد ظهور تشققات في تقاطع الطريق الذي يعلو النفق وزارة الأشغال دعت إلى إلغاء النفق الكائن أسفل التقاطع وردمه وإعادة رصفه بكلفة تقديرية تصل إلى مليون دينار تطبيق الإصلاحات وتطوير النفق بدلا من ردمه موضوع نقاش مطروح على طاولة المجلس البلدي كان في استياءة من قبلنا كأعظام مجلس البلدي بخصوص موضوع ردم دروازة عبد الرزاق ويمكن أننا فتحنا جلسة كاملة لبناقشت هذا الموضوع فمن غير المعقول أن تكون وزارة الأشغال الحل السهل لها أن تردم معلم المعالم الموجودة وخصوصا أنه ترى رابط ما بين كثير من الأسواق الموجودة هو منفذ أساسي لسوق المباركية فكفانة تدمير لكل ما هو كويتي قديم كان في تصور لعادة تصميمه بشكل يستثمر من تحت يعني يكون فيه محلات وغيرها هذا المدخول يؤدي إلى تسكير المبلغ الذي يكون في الدروازة تحدثنا قبل أن تصبح التشغلات نحن بالمجلس أنه يا جماعة لا تصبح كارثة وسبحان الله صارت التشغلات الموجودة نأمل يكون هناك تجاوب ويمكن رفعنا كمجلس بلدي للأمر لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ونأمل أن لا يتم ردمه وأن يتم ترميمه إن شاء الله المجلس كان للرأي عندما علمنا بأن هناك مقترح من وزارة الأشغال بهدم وردم هذا النفق لمجلس الوزراء كان هذا المقترح فرأينا أيضا كان بأن هذا النفق يجب أن يستمر ولابد أن نرممه ونستفيد منه ولابد أن نركز على أهمية وجوده كممشى آمن لهذه المنطقة الحيوية في قلب العاصمة وأيضا العلاج بناء على الدراسات السابقة مو صعب ولا مكلف نستطيع أن نعالجه بالعكس يعني تكلفة العلاج والإصلاح نصف تكلفة تقريبا نهدم وردم يعني يعني ما يصير بأن شيء ما نقدر أو نتكيسل في العلاجة نهدمه وردمه وفي مقابل بأن لا فائدة في وجوده وطلعنا قرار في الجلسة السابقة بأن توصيتنا بأن النفق هذا لا يهدم ولا يردم وأيضا بما أن البلدية الكويت عندها خطة تطورية لمنطقة المباركية أسواق المباركية وعندها منستشار أن هذا المنفق هذا يضم إلى مشروع تطوير المباركية لبلدية الكويت وبلدية الكويت هي التي تقوم بترميمها وأيضا ربطها في مشروع تطوير المباركية ويرى الكثيرون أن وجود النفق واستغلاله في عبور المشاة أمر ضروري خاصة وأن منطقة المباركية مقبلة على مشروع تطوير ضخم لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع الدفع العاشرة من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد التي تشتمل على 131 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 27 يناير لعام 2014 وقالت المؤسسة أنها ستوزع بطاقات القرعة يومي غد الخميس ويوم الأحد المقبل الموافق الأول من أغسطس في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين وثلاثة المقبلين على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق الرابع من أغسطس المقبل النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل خام الكويت يواصل تحقيق مكاسب سعرية من جديد أهلا بكم أغلقت برصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر سوق العام 11.15 نقطة بنسبة سعود بلغت 0.18 في المئة وتم تداول كمية أسهم بلغت 335.900.000 سهم بقيمة نقدية بلغت 58.700.000 دينار تمت عبر 13.129 صفقة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23 نقطة وثلاثة أعشار النقطة كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6 نقاط وستة أعشار النقطة ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا وثلاثة وعشرين سنة للبرميل ليبلغ 74 دولارا وخمسة وعشرين سنة للبرميل وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الأجلة لخام برينتا سنتين اثنين لتبلغ عند تسوية 74 دولارا وثمانية واربعين سنة للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنة ليبلغ 71 دولارا وخمسة وستين سنة للبرميل النشراء مسمرة وفيها بعد قليل الفيحان يحقق المركز الأول في المرحلة الأولى من تصفيات مسابقة الرماية في أولمبياد توكيو أهلا بكم من جديد أنهى الراميان الكويتيان عبد الرحمن الفيحان وطلال الرشيدي اليوم منافسات المرحلة الأولى من تصفيات مسابقة الرماية تراب في دورة الألعاب الأولمبية في توكيو والتي جرت على ميادين أساكا الأولمبية بفوز الفيحان بالمركز الأول برصيد 74 هدفا من أصل 75 هدفا بينما حل الرشيدي في المركز الثامن عشر مسجلا 72 هدفا وبدأ الرامي الفيحان الجولة الأولى من هذه المرحلة بتصويب 24 هدفا من أصل 25 فيما سجل 25 هدفا في الجولتين الثانية والثالثة أما الرامي الرشيدي فقد نجح بتصويب 24 هدفا من أصل 25 هدفا في الجولات الثلاث من هذه التصفيات ومن المقرر أن تبدأ المرحلتان المتبقيتان من هذه المنافسات صباح يوم غد الخميس تلقى رئيس الناد الكويتين لرماية المهندس دعيج لاتيبي تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة فوز الرامي عبدالله طرق الرشيدي بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في توكيو اليابانية وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتين للرماية متمنيا لهم المزيد من الإنجازات والميداليات في سبيل رفع اسم وعالم الكويت في المحافل الخارجية إلى هنا وصلنا معكم لنهاية النشرة وقبل ختابها نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكنكم مشاركتنا بأرائكم ومقترحاتكم عبر مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب الخاص بفقرة التفاعلات في أمان الله